ما حكم صلاة الجماعة؟ من يعلم؟ لا حول ولا قمت نعم يا أخو أنت؟ أين أنت؟ أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين إلا من قل أن الجماعة على الرجال البالغين شرط في صحة الصلاة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله هذا معناه أنه لو صلى البالغ العاقل الذكر في بيته بغير عذر فصلاة باطلة هذا على ما يرى الشيخ الإسلام تيمي هو أعلم مني ومنك صح؟ أجلس تريد ترد كلام الشيخ الإسلام أه الله أداك الله نعم هذا حكم صلاة الجماعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر